السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله حديثنا اليوم حديث شيق جدا غفل عنه الكثير من الناس وهو الاهتمام بالأخت حتى وإن تزوجت وأن أنجبت وذهبت إلى دار أخرى فهي تبقى من رحمك وشقيقة طفولتك كثير من الناس أنه يقول أنها أصبحت تحت رجل فهو المسؤول عنها ويقطع رحمها أو يتناسى فضلها وأخوتها وكثير منهم يعضلها ولا يجعلها تتزوج وتكبر في السن فيبقيها لتربية أبنائه في بيته وهذا ظلم عظيم أيها الأحبة وقطع لصلة الرحم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري يذكرنا بأخواتنا وبناتنا فيقول لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليه إلا دخل الجنة إذن أختك تأخذك معها إلى الجنة انظروا إلى هذه القصة الجميلة في الأخوة الحقيقية بين الأخي وأخته وهي قصة الخنساء تماضر بنت عمر مع أخيها صخر كانت تماضر تستنجد بصخر دائما فعندما أراد أخوها الآخر معاوية أن يزوجها جبرا بصديقه لجأت إلى صخر فأبى عليه ذلك وبعد ذلك تزوجت برجل يدعى عبد العزة فزوجها صخر عندما قبلت به ومرت أعوام من زواجها فافتقرت الخنساء فإلى من لجأت مباشرة إلى أخيها صخر فلما جاءت إليه وسألته جمع ماله كله وغنمه ونياقه وشطرها نصفين وقال اختاري فاختارت جزءا وسارت به ومضت أيضا أعوام أخرى فافتقرت مرة أخرى وجاءت ففعل ما فعل في المرة الأولى وفي المرة الثالثة جاءت أيضا بعد أن افتقرت إلى أخيها صخر لأنها تعرف قدر المحبة والود بينهما ففعل ما فعل في المرتين السابقتين وجمع ماله وغنمه ونياقه وقسمها نصفين وقال اختاري وهنا غضبت زوجه وقالت على الأقل لا تدعها تختار وهنا غضب وقال مباشرة كلا والله لا أعطيها شرارها وهي حصان قد كفاتني عارها ولو هلكت شقة خمارها واتخذت من شعرها صدارها وأعطاها ما اختارت في الثلاث مرات ونحن نرى ونحزن عندما نجد بعض الناس يسأل هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي هذه هي الصورة الجميلة في الأخوة أيها الأحبة وننظر إلى ما فعلت الخنساء بعد موت أخيها صخر فقد كسر ظهرها هنا فكانت تقول شعرا مؤلما جدا كانت تقول يذكرني شروق الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وكانت كما قال اتخذت من شعرها صدارها وكانت تعلقون على أخيها صخر في رقبتها وتندبه وتشتاق إليه دائما حتى أتاها الأجل هذا هو الحب الحقيقي والترابط الأخوي بين الأخي وأختي اشتركوا في القناة